سبعة وعشرون عاما من تاريخ اليمن في ظل الوحدة كثير من الإحباط وقليل من الأمل كانت الوحدة هدفا تاريخيا للغالبية العظمى من اليمنيين ولا تزال رغم الصعوبات والتحديات فاليمن الموحد المستقر أقوى وأكثر تأثيرا منه مفككا ومتصارعا وخاضعا للأطماع ونزعات الهيمنة والاستيثار يدور كل هذا العنف والصراع حول هذه الحقيقة الناصعة أكثر من عقدين ونصف كانت إرادة الاستيثار بالسلطة بالنسبة للمخلوع صالح أكبر من الدولة وأكبر من الوحدة وأوسع من أحلام الجماهير العريضة التي خرجت ذات يوم تهتفل الحلم وتفرح بتحقيقه ليس الجنوب وحده من دفع الثمن وتعرض للظلم فطموحات هذا الدكتاتور أرقت بلدا بأكمله بشماله وجنوبه وشرقه وغربه فكان أن تحول إلى ساحة للفوضى والفساد والطموحات الضائعة ومن بين هذا الركام انطلقت إرادة اليمنيين مجددا لتصنع التغيير وتنهي عهدا من الجمود والظلم والطغيان ويا للمفارقة حدث ما لم يكن في الحسبان ففي تلك اللحظة المفصلية وبينما ثار اليمنيون جميعا من أجل طي عهد سيء من تاريخهم وفي وقت حل فيه الإنصاف محل المظلومية على وقع تطورات تاريخية مهمة أدت إلى أن تضع السلطة بكاملها بين يدي المظلومين دفعة واحدة تحضر الأنانية مجددا لتضع اليمن في مأزق لا سابق له يتساءل المراقبون هنا عن الكيفية المناسبة التي يمكن أن تسمح بالجمع بين شتات الأهداف وتناقضاتها على نحو ما نرى اليوم وكيف سيتحقق هدف استعادة الدولة في اللحظة نفسها التي يندفع البعض بلا توقف نحو تمزيقها إرابا إرابا ذلك ما أشار إليه الرئيس هادي في كلمته التاريخية عشية الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين للعيد الوطني عيد الوحدة اليمنية إذ وصف ما يجري من دعوات إلى الانفصال بأنها نتوآت لا يمكن فهمها إلا أنها محاولة لخدمة من يلفظون أنفاسهم الأخيرة من ميليشيا الحوث وصالح الإنقلابية ومشروعها المهزوم